خلينا دلوقتي نروح سريعا لموجز الأنباء بصحبة زملتنا دينا شرف دينا شكرا لك مصطفى أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وضم مليون أسرى إضافية لبرنامج تكافل وكرمة صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وخلال اجتماعيه مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابحة تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وجه رئيس سيسي بصرف مساعدات اثنائية لتسعة ملايين أسرى ومن يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه والعملين بجهاز الإدارية الدولة ويحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه كما وجه رئيس السيسي بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كاراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية التي تبلغ حوالي 11 مليار جنيه لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية كما تابع رئيس السيسي الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية خاصة الحبوب والغلال والزيوت أعلنت استفارة الأمريكية بالقاهرة أن القائم بالأعمال نيكول شامبين قامت بالتسليم دعوة من البيت الأبيض للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة القادة الأمريكية الإفريقية التي ستنعقد في الفترة من 13 إلى 15 من ديسمبر 2022 وفي بيان صحفية أكدت استفارة الأمريكية أن مشاركة مصر في القمة ستساعد المنطقة وتعزد العلاقات الأمريكية المصرية والعلاقات الأمريكية الإفريقية جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر مع عدد من المسؤولين المصريين رفيع المستوى خلال زيارته إلى القاهرة حيث التقى بمسؤولين مصريين لدفع الجهود الدبلوماسية للتسوية بشأن ست النهضة الإثيوبية بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصادية ومعيشة كل مواطني مصر وسودان وإثيوبيا افتتحت المرحلة الرابعة والأخيرة من تطوير كورنيش النيل بمدينة المية والتي تبدأ من نهاية سور مبنى المحافظة لنهاية الكورنيش سور الري بامتداد 492 متر على نهر النيل وتأتي المرحلة الرابعة من تطوير الكنيش بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و500 ألف جنيه وذلك في إطار إطفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المينيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائرها بحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين خلال لقائه مع رئيسة كوزوفو فيوسا عثماني ورئيس وزرائها ألبين كورتي في العاصمة الأمريكية واشنطن بحث سبل وآليات تعزيز الشركة الثنائية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إن بلينكين أكد خلال اللقاء ضرورة مواصلة الشركة بين الولايات المتحدة وكوزوفو كما وجه الشكر لقيادة كوزوفو على مساندتهم لأوكرانيا أعلنت مصادر داخل البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث إلى نظيره الصيني شي جان بينغ غدا الخميس وأشرت المصادر الأمريكية إلى أن الاتصال الهاتفي ستطرق إلى قضية تايوان والأزمة الروسية الأوكرانية وفي وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن إدارة التنافس الاقتصادي بين البلدين ستكون حاضرة بدورها في المحادثات أعلنت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات في تونس موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى ترحل الاستفتاء وفي مؤتمر صحفي قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن أكثر من 94% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور موضحا أن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس وصل إلى 5800 مراقب يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى اليونان ومن المقرر الإعلان عن مشاريع ثنائية من بينها كابل الكهرباء بين البلدين لتزويد أوروبا بطاقة متجددة وقال الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء كرياكوس ميتسو تاكس إن هذه الزيارة فرصة تاريخية لتزويد اليونان ودنوب هرب أوروبا عبر اليونان بطاقة متجددة أرخص بكثير وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن الاتفاقيات المتعلقة بالنقل البحري والطاقة وتكنولوجيا الدفاع من بين أمور أخرى من المقرر توقيعها اليوم ختم مجازء الثامنة فاصل عود لحضاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر